هذا وأكد سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس العالي للشباب والرياضة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة على أهمية تواجد مملكة البحرين في بطولة ديزرت فورس 21 المقرر إقامتها غدا الاثنين بمدينة الحسين الرياضية والتي تقام تحت شعار المواجهة وذلك لتعزيز مكانة البحرين بين الدول على المستوى الرياضي والشبابي بشكل عام مضيفا أن تواجد البحرين في هذه البطولة سيساعد على الترويج للبحرين كدولة متطورة على الصعيد الرياضي لسيما في هذه اللعبة وأشار السمو إلى أن جميع المقاتلين والفرق المشاركة تعتبر فائزة بتواجدها في هذه البطولة من خلال الاحتكاك مع المقاتلين واكتساب الخبرة وتطور مستواهم للأفضل وتهيئة الأجوال للشباب لممارسة هذه الرياضة بصورة آمنة وفق اللوائح والأنظمة بالإضافة إلى اكتشاف عدد من المقاتلين الذين يمتلكون قدرات قتالية كبيرة للوصول بهم إلى العالمية معتبرا سمو أن البطولة تجمع بين الدول العربية في تجمع رياضي وتنمي الروح الرياضية بينهم وأشار سمو إلى أن مشاركة المصنف الثالث عشر بالشرق الأوسط المقاتل المحترف حمزة الكوهاجي ببطولة ديزرت فورس 21 والذي سيجمعه بالمقاتل الأردني عز الدين الدرباني تأتي من منطلق حرص واهتمام المملكة بجميع الرياضات التي يمارسها الشباب البحريني الذي يسعى من خلالها لتحقيق النتائج الإيجابية في أنهى المقاتل المحترف بفريق اسمو الشيخ خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة الكوهاجي استعداداته وذلك قبل المشاركة في النزال الرئيسية لبطولة ديزرت فورس والذي سيقام في العاصمة الأردنية عمانة تفاصيل أوفا في التقرير التالي في أكبر البطولات العربية تشارك مملكة البحرين بكل جدية فبعد انتهاء الاستعدادات القوية ورفع الروح العالية والمعنوية أنهى مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين أنهى الوزن الرسمي والفحص الطبي ليعلن جاهزيته بشكل تم للنزال الرئيسي لبطولة ديزرت فورس والذي سيجمعه بالمقاتل الأردني عز الدين الريباني والذي حل بديلا قبل ثلاثة أيام فقط عن المقاتل السعودي عبدالعزيز إجليتان أحين بعد الوزن نبتدي نرفع الوزن نبتدي نزايد قد ما تقدر عشان هو ديش المباراة على أكثر من الوزني الطبيعي لأن في اللاعبين المميه هاي اللي ينزلون الوزن ويحاولون فيهم ثلاثين ساعة يزيد وزنهم قد ما يقدر هو أكيد بين لاعب ولاعب أكيد فيه فارق عز الدين بيلاعب على وزن السبعين يعني بيكون نافقل يقولون أنه هو ينزل من يعني سابع ثماني كيلو بيكون نافقل مني بس هنا هنا بارز حقاي شي يحطونا جدوم يعني الحمدلله استعداداتي كانت جميلة وبذنان الله بفوز اسمو الشيخ خالد مم قصر معنا دعم معنا ويدعم كل شيء لأن اسمو الشيخ خالد مو بس واحد قاعد يسوي يسبونزر حق فريق هو قاعد يتابعهم بنافسه هو قاعد يعني يمغيروا لعبي شيخ خالد أعرف قبل ما أنا أعرف هو كلامني نجتمع معه كل شيء تكون خطوة بخطوة مع اسمو الشيخ فهو شيء يعني هو يدي شجع ويدي يعطيني ثقة أن الشيخ خالد يكون معي في كل شيء حمزة استعدى إلى البطولة بشكل جيد إن شاء الله غدا سنفوز حمزة مقاتل جيد ومجتهد وأسل الله توفيق وإلى تحدي آخر فقد قررت منظمة ديزرت فورس رفع أوزان المقاتلين من 66 كيلو جرام إلى 70 كيلو جرام فبالرغم من الوقت القصير إلى أن حمزة استطاع رفع وزنه بإصراره على المشاركة في البطولة ليدخل المقاتل البحرين في تحدي جديد باللعب في وزن آخر تغيير اللي صار طبعا بعد إصابة عبدالعزيز جليدان قبل الجولة هذه طبعا صار في تغيير ودخل اللعب الأردني مع حمزة أعتقد المواجهة راح تكون بعد جدا يعني مش سهلة راح تكون بنسبة الحمزة بحيث أن اللاعب الثاني أيضا مستعد ونحن نقول بعد حمزة مستعد في نفس الوقت توقع أن هي يعني ما وضعت كتايتل في هذه الجولة إلا لقوتها ولقوة حمزة ولقوة اللاعب الثاني توقعاتي طبعا أنا دائما متحفظ في التوقعات لكن راح نشوف مباراة جدا جميلة فريق KHK MMA والله يعني مبادرة رائعة من سمو الشيخ خالد وبهني على المبادرة اللي بسويها وإحنا صراحة بندعمه بأي طريقة ممكن يطلبها دازوت فورس ورا فريق KHK مبسوطين كتير أنه فريق KHK معانا في عندنا هلأ حمزة الكوهيجي هو الممثل وحيد لفريق KHK مع اجتياز المقاتل حمزة الكوهيجي الوزن الرسمي والفحص الطبي يبدأ العد التنازلي لانطلاق البطولة وتبقى خطوة واحدة لإحراز لقبي دازرت فورس حزم الشيخ لتلفزيون البحرين عمان